احنا جايين فوقفة النهاردة حضرتك عشان احنا ضد سفك دماء اخوانا المصريين اللي حصل مبارح من جنود الصهينة ولازل نفاهبهم ان دم المصري دم غالي مش رخيص دم جندي المصري اغلب كتير من دم الجلد اللي اسمه جلعات شليط اللي لما لما اتأثر ضربوا كل اخوان نا في غزة بسببه فدم المصريين ان شاء الله يكون الرد اعنف بكتير من ردودهم على اللي هم عمو بها هل الجمعة القادمة شكشت مليونية لطلط السفير المصري الاسرائيلي مليونيات? انا لست الداعي لمليونيات ولكن اذا كان في مليونية سيكون من الاوالي اللي سيكونون فيها ان شاء الله وسيكون حزبنا من اوالي الاحزاب اللي موجودة فيها ولكني ارى ان الامر ده امر بيشتهل امر خطير انا بقول الوقفة النهاردة هنا لازم يعرف العدو الصهوني ان الوقفة الجاية هتكون على الحدود ان شاء الله. هزي هذا المكان اه اظنه سوف يعوك المرور ويحصل ازمة بيننا وبين الشعب المصري في هذا المكان في غلط الاناكل. نحنا نتسبب في ازاعي الناس في المرور. العدد يتزايد. ان شاء الله سنساهم في تنظيم البرور. لان لانك سبب في ازاعي ازاعي البرور ان شاء الله. العدد اللي هي بتسي الحزب الاصالة. اه السؤال. المصالب هي المصالب الله. لا والله احنا الوقت احنا كنا فاهمين ان ده كان ممكن متوقع يحصل اياه مبارك لما الاحداث دي حصلت وما كانش فيه رد فعل وما كانش فيه اي اتخاذ قرار. لكن مش مفهوم ان يحصل كرة من الحكومة الموجودة حاليا اللي كان بيرد للشعب. فاحنا عايزين نعرف من الحكومة ديت. هل هي في صف الشعب. عن في صف اسرائيل وامريكا. كما كانت الانزمة السابقة. يقولوا انه عشان نقدر على هذا الرد بتاعهم. نتاخذ موقف منهم. يعني لو في جنوب افريقيا وحصل كلا واحد. اتعور. هياخدوله حقه. احنا لا دولة صغيرة. ولا احنا شعب صغير. فلازم يتعامل معانا الحكومة على من النهاردة على هذا الوضع. احنا شعاء كبير ودولة كبيرة. ويضونا وضعنا عشان نقدر نحترمهم زي ما هم حيحترمون. وفايا السعيد طالبة. اه جاي نهاردة عشان رد فعل اللي حصل والجلود اللي اتعتلوا على الحدود من الجلود السعوريين. لان دي هيبت يعني هيبت المصري. فلازم ان احنا يبقى فيه رد فعل قولي. احنا اتمنى بس ما مشيش حاجة قدامنا لغاية كده يا يعني ان احنا بمطالب ان هو اغراق اغراق السفارة هنا في القاهرة. هي الكونتورية في سكندرية ابروخت. وطارد السفير الاسرائيلي من وصف. هلا يستمر هذا الاحتجاج لماسر. رجل ما المطرة بيتحقق. يعني لو تهدجها هل يكون المصري هادا المطرة. اينا هيحصل. عزين. وفيه عدت الصام تسعة تسعة. انتفاقنا مرد فاكت قدام السفارة الاسرائيلية حصل ايه? باكتلين وعايز احنا وحشنا لنحترغيز. تمامي.